اشتركوا في القناة مصر العليا وكان بيرمز له بهاية التمساح وكان الرمز بينطق ايق يعني التمساح هو الرمز بتاع الاقليم مدينة واحدة من اهم المدن بداية المعبد زي ما بنشوف في التخطيط بتاعته بنعرف ان الاقليم ده اهميته كتيره اهتموا بها جدا بعد الكهنة ما اتخذوا من المعبد او من مدينة مقر العبادة ربطهم اللي هي حتحور في الدولة القديمة نصوص السرداب التالت من السرداب بتاعة الكريبت بتاعت المعبد بتقول ان المعبد أنشي في عهد خوف لكن اقدم نص بمسكه على ايدي دلوقتي جوه المعبد هو النص بتاع بيبي الاول من الاسرة الستة اللي بيقول انه نظم تقوس المعبد وقدم القرابين اللي هتحورت تلات مرات جوه المعبد هي وتمثال ايحي في المناظر المشهيرة بتاعتهم من خلال نصوص بقايا من المعبد احمص عمل اضافات في المعبد لكن اهم اضافة كانت تحطمص المعبد البطلمي اللي احنا بنشتغل عليه النصوص بتقول ان بداية التأسيس تم في السنة 27 من عهد بطلميوس للاثناشر الزمار واستمرت لغاية عهد الامبراطور اوغسطس انتهى البناء في السنة 15 من تيباريوس اللي حكم من 14 لل37 لكن هنلاحظ ان فيه عناصر زخرفية استكملت فيه مراحل تاني حلاقة سامي كاليجولا وكلاوديوس وبعض ملوك البطلمة اقامه زي بطلميوس الاول وبطلميوس الثامن اللي عمل مقصورة اللي هتحور ثلوس المعبد عارفينه طبعا هتحور وحرس البحدتي وحور سيمتاوي المعبد هنلاحظ التخطيط بتاعه التخطيط هنلاحظ ان الكهنة احترموا الاتجاهات ان احنا عارفين ان النيل بينحني في تانية انا فاصبح الشرق بتاع عندهم هو الشمال الصحيح والغرب هو الجنوب الصحيح مدخل المعبد من الشمال البوابة الكبيرة ان احنا بنشوف سورتها دلوقتي اللي عليها اسامي دوميتيان وطرجان بنوصل لحرم المعبد على المين بلاقي بيت الولادة الروماني اللي تبنى في عهد اغسطس وعناصر المعمرية اكتملت في عهود رجان وهدريان وانتونينوس بيوس وماركوس اوريليوس الكنيسة البازلكية اللي عملها الرهبان في القرن الخامس بيت الولادة بتاع الوصة 30 وراء المميز موجود السيناتاريوم او دار اللي استشفاء باجي هنا بلاقي عندي الشيء او المنظر اللي قدامي منظر التقدمات اللي بتتم فيه المميزي وبلاقي مناظر المميزي بالكامل ممثلة عندي في كل تفاصيلها الولادة الملك مناظر الولادة هنا بقى اشيل لحاجة تانية ان دايما فيه المميزي بتاع المعابد البطلمية والرومانية حلائن اللي بيكون بعملية الزواج مع الاله صاحبة المعبد او الاله اللي بيكون دايما هو اللي بيكون في المميزي بيكون عندي هو امون وليس إلى غير لأن أمون حمل كل الصفات القوية التي تمثل يعني الصورة اللي قدامنا في طرف المنظر أمون هو اللي بيجي لأن أمون حمل كل صفات القوة والأزلية والخصوبة لدرجة أن مين كان من أفضل صفاته أعظم أن يكون مرتبطا به أمون أمون ارتبط به في هيئة أمون كموتف أو أمون مين تقدمات بنشوفها التقدمات المعتادة من تقدمات النبيز وغيرها من التقدمات المعتادة اللي بنشوفها ليه كل قلق لها وبالذات حتحور وهي بترضي حور إيحي أو حور سيمتا العناصر الأساية في المعبد بعرف أن المعبد زي ما بشوف الصورة في الأسخة خعيد الأسخة عط الأسخة خعيد المعمل حجرة المغزن مداخل القربين الصلاة السلالم اللي بتؤدي لسطح المعبد وغيرها من الأجزاء المعبد بعد كده بقدر من خلاله أن أنا أشوف كل العناصر بتاعته بلاقي بعد ما بقابل المميزي بلاقي بعديه المعبد السوق البوابة بتاعته بلاقي بعديه المميزي بتاعة نختنبه بكل مناظره ومنه المنظر الشهير اللي بنشوفه فيه مميزي نختنبه اللي بيمثل خنم وهو بيشكل الطفل على عجلة الفخار والطفل اللي هو هنا هيبقى حور إيحي وأمامه موجود الإله حكاة وهي ابتهى بعلامة الحياة فكأنه تمثيل لهيئة الخلق الأول وخنم أو غنم زي ما شرحنا وتكلمنا عليه عاديها بصل للبازيليكا الرومانية البازيليكا الرومانية اللي بتمثل عندي من القرن الخامس ويبارة عن جزء من كنيسة عليها القرش الروماني واضح جدا بكل ملامحه تحولت إلى كنيسة في العصر المسيحي بلاقي طبعا من العناصر الأساسية اللي بتقابلني في المعبد بعد كده موجود عندي الجزء التاني اللي بيمثل بقايا السيناتريوم أو مكان الاستشفاء أو المكان خاص وبنعرف أن ده كل معبد كان فيه جزء لازم يكون للاستشفاء مش لازم يكون بستشفاء قد يكون حاجة زي تعب نفسه حتى احنا بنتحك لغاية الوقت ونقول الواحد فينا يحب يروح الجامعة أو الكنيسة عشان يسترح فكأن المعبد هو مكان الاستشفاء فيه عندي الميازيب وهو وسائل تصريف الماء ودي كانت من أهم الوسائل اللي معروفة ودي نفرد لها بقا محاضرة أو محاضرتين كمان ممكن عن الجزء الهام ده جدا لا يخلوا معبد من البحيرة المقدسة وحضراتكم لو شايفين معايا الصور الصور اللي عندي هنا بيمثل عندي شيء مهم جدا الصور هنا بجانب الصور الحجر الصور طوب لابن هو مش بس لمياه الفيضان ولا بس للمعبد ولكن فيه الغالب بيمثل عندي حاجة تانية وهي أن المعبد يمثل البقعة المقدسة البوابة اللي بتظهروا قدامي دي البوابة الرومانية اللي بتقع إلى الشرق من منطقة المعبد وهي بوابة بتشوفها دايما لحضراتكم لو أنتم وقفين فوق على سطح المعبد عندي بيظهر بعد كده في خلف المعبد الإيسيوم والإيسيوم هو معبد إيزيس ده جنوب معبد حطحور لقينا عليه بلوكات عصر بطلمي كل الزخاري في عهد أغسطس مفيش اللي منظر واحد لإيزيس بترضي حورص وفي بقاية تمثال للمعبود أزير مهدم تماما هنوصل بقى لوجهة المعبد وجهة المعبد بصل عليها بلاقي نفسي حوائط الستائر أو الستائر عليها المنظر الجميل البديع للإمبراطور تراجان وهو بيقدم الشكل الأخط أو علامة الأخط أو الأفق له حطحور وخلفها حورص البحدتي رب ادفو اللي بيأتي إلى المعهد هارفين إن السالوسين بتقضى اندرى وادفو موجودين مبارد شكرا المرة جاء إن شاء الله أو الفيديو اللي جاي لينا هيكون معنا الإله حورص البحدتي ومعبد ادفو الفريز حياة الكبرى لسكرين والد وتحت الفريز النباتات اللي بيمثل عندي أهمية كبيرة جدا المنظر اللي بياليها بيوريني منظر من أروع المناظر فيه المعابد المصرية في العصرين البطلمي والروماني وهو تتويج حورص البحدتي بالتاج المزدوج من وجهة ونخبط ربطة الشمال والجنوب على الجزء السفلي من حواية الستير فكأن المعبد بيحيط بالستير بتاعته التتويج وكأن التتويج هو مصر كلها تحيط بالملك فيه لو ما دخلناش المعبة بقى بنيجي من وراء عشان نشوف المنظر الرائع البديع اللي بيمثل أحد أهم مناظر دوندرة وهو قيصرون ابن كيلوبترة السبعة وهو يقدم للآلهة بتقدمه كيلوبترة على الجدار الخلف للمعبد وهنا باللاقي الآلهة كلها بتتابعوا وكيلوبترة مش بس بتعمل كده ده كيلوبترة بتصور منظر اللي خده رحمة الله عليه والستاذنا العظيم الدكتورة عبد المنمو بك وعمل منه منظر اتجان وعمل الكتاب الشهير بتاعه بالتجان المصرية دي كرونن مقلتن ايجبتن والمنظر الشهير اللي بيمث بطلميوس الثلاثتاشر وهو بيتود بطلميوس الثلاثتاشر عفوا أنا بعتذر لحضراتكم هو بيتود من وجهة ونغبت فكأن كيلوبترة بتقول ان هي الابنة الشرعية التي لها الحق أنترف من أبيها بدخل بقى المعبد من صالة العمدة الكبرى واحدة من أروح الصلاة وحضرتك وانت مغمط بتدخل الصلاة دي عشان تتكلمني على المنظر الشهير في سقف المعبد أولا العمدة الحطحورية كأبدع ما يكون لحطحور ربط المعبد وهنا هتلاحظوا ان هنا بقول حطحور ربط المعبد لان ربط المدينة هي إزيس يعني المدينة الإزيس والمعبد ليه هتحور السقف الالها نوت الأبراج السماوية والمناظر الفلكية واعتقد محاضرة أو التلات محاضرات اللي احنا عملناهم عن التقويم شرحنا فيهم كل ما يتعلق بالأمر ده بلاقي عندي المنظر اللي بيمثل الجانب الآخر ليه نوت وهي بتبتلع أرس الشمس وابتلده لقينا كمان برج الميزاني يعني بالصدفة البرجي بتاعي أنا اللي موجود هنا اللي ظاهر في الصورة بلاقي منظر تاني ليه السقف الغربي وعليه نوت والشمس بتشرق من خلال وجه عطحور وشايفين حضراتكم رجل نوت اللي بتظهر فيه المنظر بلاقي بعديه رجل إيد إيد الإله وهي بترتفع وبتبتلع الشمس المجنحة وبيظهر الأبراج والنجوم أو الأبراج السماوية اللي بتمثل أبدع المناظر بعد كده بصل للصلاة التانية اللي هي أسخة خعيد اللي هي صالة التجل كده هنا هتذكر الدكتور رحمة حمد برهام صديقنا العزيز لما حكانا الشيء اللطيف إن الإضاءة اللي بتصل للصلاة التانية هي إضاءة محددة بتحدد الصوت عشان كده وانت في الصلاة التانية بعد الصلاة الكبيرة بتشوف كل المعبد وبتسمع الصوت في أي مكان السلم سلالم المعبد مهمة جدا عندي سطح المعبد بوصله من السلم الغربي عدد درجاته وانت ترهيرتها ادعت لقوم 110 درجة في طرف الجنوبي والغربي مقصولة رأس السنة اللي فيها بتفتح النووز وانت نازل بتنزل من السلم الشارع 97 درجة مش 110 وده له سبب بسيط السلم وانا طالع لافف السلم وانا نازل مستقيم منظر الكهنة وهم شايلين النوويز بتاعة الآلهة اللي بتشارك في عيد أو بترينب بتنفرت أو عيد رأس السنة المنظر وهم طالعين كل الكهنة بتلاحظ إنه هم أمامهم نصوصه بعضهم بيتكتب أمامه بعض الملوك القدامى ربما تعبير عن الأسلاف اللي حبينا إنه نطلق التسمية دي بتطلع هتحض لسطح المعبد وبتصل الإلهة وبيتم في المقصورة بتاعت وضع التمثال بتاعها زي ما شرح لنا فرانسوها دماء وقالوا إنه ربما إنه كان في قواعد دهبية كانت بتتواجد في المكان ده من خلال القواعد دي بتحط تمثال الإلهة ليتحد مع أرس الشمس في بداية اليوم الجديد السلم اللي ظاهر قدامي دلوقتي في الصورة ده السلم الشارع أنا نازل منه مباشرة ما عنديش أدنى مشكلة المقصورة التانية اللي حتحور بشوف فيها المنظر الرائع ليه شو هنقول عليه شو مش شو شو والشينة قلبة جيم في العرب بقى جو اللي هو الغلاف الجو اللي هي شو هو بيرفع السماء على مقصورة حتحورة التانية الموجودة على سطح معبد دندرة بعد كده بشوف المدخل لمقصورة حتحورة التانية اللي فيها المنظر الشهير للشو بعد كده بوصل بقى لواحد من أهم مناظر معبد دندرة وهو أزوريس على سطح المعبد في الطرف الشمالي والشرقي الشمالي الغربي والشمالي الشرقي من السطح فيه ست مقصير بيسموهم مقصير أزوريس في سقف المقصورة التانية الشرقية فيه نسخة من الأبراج السماوية اللي الأصل بتاعها موجود فيه اللوفر اللي بنشوف الزودياك الأصل بتاعها في الصورة اللي موجودة قدام حضراتكم ومنظر نوت وقادي ابتلاع الشمس ثم الميلاد وسقف المقصورة بتاعتي ونوت فيه السقف منظر اللي هيظهر قدامنا حالا دلوقتي لنوت وهي بتبتلع أرس الشمس وعملية البلاد اللي بتتم من خلالها علشان كده بيتم نوت دفس المنظر اللي تحت بس المنظر هنا بيكمل ان اللي بيتولد عندي فيه كياك اللي هو كاحركا شهر ميلاد الأرواح الخيرة بيظهر عند اللوقتي اللي هو أزير كياك بيظهر أزير وهو بيطلع من السنابل بيطلع بعمود الجد على التعبان وبيظهر كأنه نوبة اللي هو السيد العظيم أو الزهبية العظيم أزير بالتاج والشكل الجميل بتاعه اللي احنا معتدين عليه بنعرف انه أزير لما جثته ترمت ابتلت إزيز تمشي وتسعى خلفه لغاية إزيز كورة حيكاوه سيدة السح بتصل وتجد ضالتها وبتلامس أزير الحدية لما بتلامسه بينتصب القديم وبيجد أزير نفسه في مرحلة الخصوبة ثم يعود إلى الحياة ويبدأ ميلاد أزير مرة تانية في هذا المكان ويصعد أزير إلى عالم الأحياء وينهض أزير من على فراشه ليبدأ الحياة الجديدة اللي هي بتبدأ عندي بإيه؟ بميلاد حرص أدي منظر الزودياك اللي موجود عندي وتأسيمة الشهور الزودياك ده اللي احنا تكلمنا عليه كتير ممكن مش عايز أعيدي الكلام اللي قلناه مرة تانية لكن يهمني أو أن أنا أقول لحضراتكم إزاي أنا المنظر أو الزودياك ده تسرق بطل القصة دي واحد فرامساوي اسمه سباستيان سباستيان لويس سوليني ابن لواحد من أعضاء مجلس النواب كان المساعد بتاعه اسمه جون باتيست لوريان نزعوا دائرة الأبراج من معبر دندندرة ونقلوها الباريس وقالوا أن اللوحة دي اكتشفها الجنرال دي زي أثناء الحملة الفرنسية على مصر وقالوا أن من اللحظة دي هي أثر فرنسي وفعلا فصلوا النقوش اللي كان موجود على سقف الحجرة القبة منقوشة على حجرين ضخمين سمكوا كل واحدة 90 سنتي اتنقل في مغمرة بالنيل وفرنسا استقبالت الزودياك ده لما رح لها استقبال حافل بعد كده بنوصل لحاجة من الحاجات المهمة جدا في المعبد اللي هو الكريبت الكريبت اللي هي السرديب الكريبت بتاع المعبد زي ما احنا شايفين البلان بتاعه على 3 مستويات ثم 11 كريبت فيها العديد من النصوص في الاحتفالات الكهنة كانوا بيدخلوا الممرات دي أو الكريبت بيدوروا على تمثيل المعبودات اللي بتخرج عشان تقدم لهم نبوءات العالم الجديد طبعا أول سردبين منه من غير نموش طبعا من الحاجات اللطيفة اللي كلنا بنتحك البلادوس وان الشمس بتشرق لا فيه ادي واحد من السرديب الصورة بتظهر ميلاد حورس حورس بيظهر من شكل التعبان وخروجه الى الحياة وميلاده بيظهر من الجنبين وعمود الجد اللي بيرفع فكأنه وزير هنا المقصورة اللي بيقدم فيها الأوسخ أو كريبت الأوسخ بيقدم الأوسخ والملك واي في العيبة بطلب يصل 12 بالمناسبة هنا وهو بيقدم السستروم أمام حد حور ربت المعبد وآدي الصورة بعد التفريغ أو يعني الصورة الأصلية لميلاد حورس من الثابان المقدس أو من الأزل وبداية الحياة بحورس على الأرض وآدي الصورة التانية اللي بيظهر فيها الملك وبيضرب السستروم بس جميل إن الملك هو داخل دايما حد يسر عنه عشان كده حتى دايما يقول لك إيه لو ليك معرفة دخله قدامك الأول فبالضبط هو بيدخل حور إيحي الملك هنا بيجي بالدبل كراون في الصورة المفرغة وبيقدم أمام حطحور المنظر الشهير بتاع تقدمة السستروم بكده المعبد العناصر السية اكتملت حراك بشدة لكن بعد ده بيمشي لغاية قدس الأقداس عشان بس يبقى فاهمين لغاية قدس الأقداس العناصر بتاعت لازم يبقى عندي أسخة عاد أو أسخة عاية اللي هي الصالة الكبيرة أو أسخة عاية اللي هي الصالة التانية اللي أنا شرحت اللي قالهولنا الدكتور أحمد حمد برهام عن الإضاءة وتوزيع للصوت بعد كده أسخة بسجت وبعد كده أسخة حتبه صالة التسوع وبعدين صالة القربين قدس الأقداس قدس الأقداس دايماً بيبقى استراحة المركب المقدس وفيه بيتم مناظر الخدمة اليومية بس محتاج حاجة صغيرة أقولها لحضراتكم الصلاة اللي علمينه الشمال كتير من هنا بتلقبت طب أقولي هنا طب أقولي هنا خلي بالك ما تتخضش الصالة بالمنظر اللي في الوجهاني في صالة المغزن القربين الكنوز الصلاة هنا بتختلف تسميتها من إله أتمنى يكون الفيديو ده عجبكم أتمنى نكون قدرنا نتعلم حاجة في دندرة نعافنا حاجة مختصرة ولكن إن شاء الله من خلال الصور ومن خلال اللي قدمناه يقدر يفك تلاصم كتير من المشاكل اللي بتقابلنا في واحد من أعظم المعابد المصرية على الإطلاق معبد حطحور ربة دندرة الكبرى المقاطعة الستة من مقاطعات مصر العليا خالص الشكر والتقديد لحضراتكم شكرا جزيلا